اه صباح الخير هنتكلم النهاردة على موضوع كده يعني الامهات كلها كل الامهات في كل العيادات بتشتكي من اول ما تخش عندك في العيادة اه انا اقولك حاجة دكتور بس يعني عايزك تصدقني اه انا غير كل الامهات يعني لأ انا باتكلم بجد لأ انا بقولك بجد طب خير انا ابني ما بيقولش خالص ابني ما بيقولش خالص ما بيحطش حاجة ببق ما بيحطش حاجة ببق متى اربعة وعشرين ساعة ما بيقولش ده بقى واربعة وعشرين ساعة ما حطش غير لقمة واحدة طبعا مشكلة الاكل دي عند الامهات دي مشكلة عندنا كلنا في كل البيوت يعني الاطفال بيجوا في مرحلة معينة كده اول ما بتدي موضوع الفطام ونبتدي ندخل اكل بتبتدي تواجهنا المشاكل بقى بتاعة الاكلة الطفل بيحب ايه ما بيحبش ايه وتبتدي بتمشي معنا الموضوع واحدة واحدة في سن سنة ونص سنتين سن بتاع الحضانة دوت وبتاع الكيجي الطفل بيبقى يعني طفل يعني اكله يعني نقنق زي ما بنقول بياخد اطمم الحاجة وكل حاجة مش عاجبها وعايز الحاجة على مزاجه بالشكل اللي على مزاجه بالتوقيت اللي على مزاجه فدايما بيبقى طفل متعب جدا في الفترة دي يعني طب حلها ايه حلها ان احنا في شوية قواعد كده بنحاول نساعد بيها اول حاجة لازم نبقى عارفين ان الطفل ما بيحبش كل حاجة يبقى لازم الام الوعية النصحة عندها طفلين او تلاتة او اربعة عاملة كل واحد ديري كده او مزكرة عارفة ابنها ده بيحب ايه في الاكل يعني ايه بيحب ايه يعني انا مثلا في الخضروات الطفل بتاعي بيحب ايه غالبا الاطفال اجمعت على الملوخية تمام ممكن بقى يحب يحبوا معها الكوسة يحب بيحبوا معها البامية لكن ابقى عارف كده ايه صنفين الخضار اللي هو بيحبوه الفاكهة نفس الكلام المعظم الاطفال احبوا الموز تمام بيحب ايه تاني معاه الجبن بيحب اي نوع من الجبن بيحب اي نوع من اللحوم غالبا اللحمة والفراخ والطيور كلها ما بيحبهاش لكن بيحب اللحمة مثلا مفهومة بيحب مثلا لطريقة الكوفتة بتاع الفراخ تمام فتبقى كدب عندها في ورقة كل بند كده perch..... بيحب ايه بكول بيحب ايه من البكول بيحب ايه من الالبان تمام بيحبها الحلويات حتى اللي بعملها في البيت بيحب ايه? طب المطلوب مني ان هي وهي بتحضر الوجبة للطفل اللي هو الطفل الدلوع اللي هو الممل في اكله ده هتحضر الاكل اللي هو بيحبه. طبعا احنا الكبار لو قعدنا على الترابيزة اي حاجة يعني واحنا جعانينا انا كلها لكن هو لو الحاجة مش على مزاجه مش هكوله. ايه نمر واحد عارفة الطفل ده هتحضر له ايه في الوجبة. نمر اتنين تمام? تبقى عارفة ايه? الحاجات اللي هو ما بيحبهاش واللي بيحبها. هتفرق معي في ايه? اللي ما يحبوش ابتدي حضره بشكل تاني. يعني انا الطفل بتاعي مسلا ما بيحبش عندنا البيت بشكله المختلف. بيد المسلوق البيت المائلي وكلام ده كله. لكن انا ممكن اعمل البيت ده مسلا في كريم كرامل. ممكن اعمل البيت دوت في في مكرونة بشمل. ممكن اعمله في العجة. ادخله بطريقة تانية. تمام? الزبادي ما بيحبهاش زبادي دي كده. ولكن اعملها زبادي بالفاكهة. ممكن اعملها زي ميلتشيك. ممكن اعملها اه حط عليها حقوبة حط عليها مربة حط مع عليها عسل. اقصد الحاجة اللي ما بيحبهاش اشوف طريقة تانية لها. الحاجة اللي بيحبها مهم جدا ابقى عارفها عشان دي هتبقى مدخل انا زود العناصر الغذائية فيها. بمعنى بيحب دايما الاطفال تحب شربة اللسان العصور او شربة الشعرية او كده. استغل القصة دي اعملها على مرأة كويسة. ابتدي احط عليها قضار مبشور. ابتدي احط عليها لحمة مفرومة او فراخ مفرومة. يبقى انا كده زودت القيمة الغذائية بتاعتنا. وزودت القيمة الغذائية بتاعة الوجبة ديت. اه تالت حاجة بالنسبة لنا. دي بقى عارفين ان الطفل كمية الاكل بيأكل لها كمية صغيرة. بمعنى هو يعني لما بيقعد معنا هو بياخد معلقتين رز تمام? واطمم من حتة اللحمة واطمم او معلقة صلطة ويقوم. طيب المطلوب مني. يبقى انا وما يجي اكله ابتدي دايما بالحاجة المهمة اللي هو ما بيحبهاش قوي. وخلي الحاجة اللي بيحبها تمام? واقل اهمية شوية في الاكل في الاخر. بمعنى. انا هنوعد على الغداء. خلاص? هو لو ده مطابق الرزة او البطالسة محمرة هيكلها على طول. لا انا ما حطش دول الاول. ابتدي احط الصلطة الاول وحط معي قطعة اللحمة او قطعة الفراخ اللي هيكلها ابتدي بيها وبعد كده لما حس انه خلاص هيوقف طب خد بقى البطالسة اللي انت بتحبها والطبق الرز اللي انت بتحبها. هيكله ان هو كده كده بيحبه. تمام? فابتدي بالاهم في المهم. ليه? ان انا عارف ان هما بيكلش كمية كبيرة. فطالما كمية صغيرة ابتدي بالحاجة المهمة الاول. الحاجة التانية بردك ان احنا اللي بقى عارفين ان الاطفال آآ يعني بياخدوا وقت في الاكل. بمعنى ان احنا ما ينفعش نبقى عاملين مسلا وجبة الفطار وبنقعد احنا عشان نزلين الشغل مسلا بسرعة او نزلين خارجين. بناكل في خمس دقايق. الطفلة مش هيكل معي في خمس دقايق ده بيتدلع جدا. الطفلة بيفضل لكن الاكل في بقء وبالساعة. والطفلة بيفضل قاعد يجري ويلعب ويتنطط ويقلع ويغير اللبس بتاعه ويتفرج على الفيلم الكارتون وكل ده. وهو قاعد بياكل. فلازم قدينه من مساحة من الوقت. تمام? مساحة الوقت دي تقريبا بتبقى معانا حوالي ما بين ساعة لساعة ونص في الوجبة الوحدة. فاذا الام اللي ما عندهاش خلق او ما عندهاش وقت مش هتعرف تأكل ابنها. انا لازم يعرف وانا قاعد بأكل الطفل انه هيخد مني وقت. طب ده بيجيبنا للنقطة اللي بعدية. ان الطفل هيمل. معقول انا هاعد قدام الطبقة. هاعد ساعة اعود اكل طبعا لا اكيد. يبقى مطلوب مني. يبقى واحنا بنأكل الطفل. يبقى انا عارف ان انا لازم اشغل وقته واشغل باله بحاجة تانية عشان ما يركز معي قوي في الطبق وفي الاكل فيبتدي معي يزهق. بمعنى احنا غالبا واحنا بنأكل الاطفال ياما عادين. الاطفال الصغيرين طبعا باتكلم على السن اللي هو سنتين وتلاتة واربعة. عادين بيمة بنرسم. ياما عادين بنتفرج على فيلم كارتون. ياما عادين بنعمل نشيد او اغني انا وهو. ياما عادين بنركب في البازلز. ياما بنتصور مع القطة وبنأكل القطة. ياما عادين في البلكونة. ياما بنزل ناكل تحت في الجنينة او في. تمام? فاقصد ان احنا يبقى عندنا اه متسع من الوقت ان احنا اه نأكله. وفي نفس الوقت ان الطفل كمان ما يزهقش مني في الاكل. دي بعض النقاط. الفيديو اللي البعاديه هيبقى فيه نقاط تانية تابعونا.